السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الرابعية مرحبا بكم في تقويم ودعم دروس الوحدة الخامسة في التربية الإسلامية للسنة الرابعة من التهديم الابتدائي أسبوع سبا وعشرين تقويم ودعم إدماج جزئي الأهداف أن أحدد المفاهيم وأميز خصائصها أن أستشهد بالآيات المناسبة أن أستنبط القيام المطلوبة أولا أقرأ البطاقات وأتعرف الآية المناسبة وصورتها البطاقة الأولى الموت لا فرار منه الآية المناسبة لهذا هي أقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون البطاقة الثانية جزاء المؤمنين بساتين دائمة في الجنة الآية المناسبة هي قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا البطاقة الثالثة تفرق اليهود والنصارى بعد نزول القرآن نقول الله تعالى في صورة البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة البطاقة الرابعة أسرعوا إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة نقول الله تعالى في صورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون البطاقة الخامسة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب من عند الله قل الله تعالى في صورة البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق الله العظيم ثانيا أصف ما أعجبني في موقفي سيدتنا سيداتنا خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن أول مرة أستنتج من قصة إسلام خديجة رضي الله عنها دور المرأة وأهميتها في المجتمع أذكر أهم ما عرفته عن حياة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إذن هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين وأم فاطمة الزهراء والقاسم ابن محمد صلى الله عليه وسلم وهي أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقته وثبتته حين نزل عليه الوحي أول مرة في غار حراء ثالثا ألعب وأتعلم أولا أفقي تقام فيه الصلاة هو السين المسجد ثانيا أفقي نقاء تاني نقاء فيها نون وألف وتاء هي نظافة ثالثا من أفضل أيام الأسبوع يبدأ بالجيم وينتهي بالعين والتاء مربوطة هو يوم الجمعة رابعا عموديا تؤلف بين المسلمين إذن هي الج ألف وتاء مربوطة هي الجماعة خامسا عموديا تضم مجموعة من الآيات فيها سين وو وتاء مربوطة في الأخير هي سورة وسادثا خلق يعني أدب شكرا لكم أصدقائي على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر